لتأهيل الشباب المبدع وريادة الأعمال أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن إطلاق مبادرة اندماج فيوجن لإنشاء مدينة علمية بتكلفة 12 مليار جنيه لربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الصناعية لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في كل المجالات وذلك في الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة عين شمس قائلا في الكلمة التي ألقاها نيابتا عن شريف اسماعيل رئيس الوزراء إنها خطوة مهمة للتحرك نحو التورة الصناعية الرابعة فيما كشف الدكتور محمد أيمن عشور عميد هندسة عين شمس عن عزم الكلية تأسيس أول شركة نشئة مع جامعة حكومية لتفعيل القانون للتعامل بين البحث العلمي والصناعة تحت اسم فيوجن للتكنولوجيا والابتكار نحن النهاردة عرضنا الحقيقة مشروعين خبار لتطوير التعليم الهندسي في مصر وفي كلية الهندسة جامعة عين شمس من خلال المشروعين المشروع الأول تطوير المعامل المركزية والورش المركزية بتاعة كلية الهندسة علشان تبقى في مستوى لا يقل عن أي معامل في أي جامعة دولية والمحور الثاني لبعد التخرر تشجيع البحث العلمي من خلال مشروع كبير الحقيقة أول واحة للتكنولوجيا والإبداع لجامعة حكومية ده حيبقى في مدينة بدر مدينة العبور على 30 فدان